اهلا بكم وائلة العاصمة الكورية سيئول التي احتضنت الدورة الثالثة لملتقى الشراكة الاقتصادية بين دولة الامارات وجمهورية كوريا الجنوبية دعما للعلاقات الاقتصادية الاستثنائية بين البلدين مرسلنا نجيب الخش من سيئول والتفاصيل شهدت العاصمة الكورية سيئول انطلاق الدورة الثالثة من ملتقى الشراكة الاقتصادية بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية وافتتح الملتقى معالي عبدالله غباش وزير الدولة الاماراتي بحضور عدد من المسؤولين الكوريين وعضاء السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي في كوريا ويحتضن الملتقى طيفا واسعا من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في الامارات والتي تهدف لتحقيق التواصل المباشر مع الشركات والهيئات الكورية الجنوبية والمساهمة في دعم التطور اللافت الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الاخيرة اليوم الشركات العارضة شركات كبيرة مميزة وحضور جيد ونحن ممتنين للحكومة الكورية على استقبالهم وعلى تميز هذا المعرض بما تنتجه شركات الاماراتية وهذا فخر للجميع ونتمنى ان شاء الله ان الشركات الاماراتية تستفيد من حضورها في هذا المعرض كما شهد المنطقة توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الحرة في جبل علي عن جانب الامارات وكل من بنك التبادل الكوري وبنك هانا والمنظمة الكورية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن الجانب الكوري واكد المشاركون على الرغبة في توسيع افاق التعاون المستقبلي لما فيه من مصلحة مشتركة بعد ان وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الى ما يقارب 22 مليار دولار خلال العام الماضي تعاوننا مع اثرات مؤسسات كبيرة مثل المؤسسات هذه راح تعطينا فرص كبيرة للجذب الاستثمار الكوري للمنطقة خاصة اليوم اذا نظرنا لشركات الكورية متواجدة عندنا في المنطقة الحرة في جبل علي في سياق فترة من النمو الاستثنائي للعلاقات التجارية بين الامارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية يهدف الملتقى الحالي لبناء قنوات جديدة تواكب التطور النوعي للروابط الاقتصادية بين البلدين خلال الاعوام المقبلة في فترة نمو استثنائي للعلاقات التجارية بين الامارات وكوريا يهدف الملتقى الحالي لفتح قنوات جديدة تسمح بالاستمرار في تطوير الروابط الاقتصادية بين البلدين كما ونوعا نجيب الخش تلفزيون دبي من سيئول